اسمع يا رئيس هيئة النزاهة اسمع حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة ترى طلع على لساننا شعر ونجيب لك وثائق وأدلة على وزيرة الهجرة وفساد وزارة الهجرة وهذا لأنه هم هذولا ما دايبوا يقول من الميزانية هذولا دايبوا يقول الفقرة هذولا دايبوا يقول اللي الله ضايمهم بالمخيمات وانتوا قاعدين بالبيوت وعالتبريد وعالسبالت اسمع يا رئيس هيئة النزاهة اسمع يا رئيس الوزراء مئتين وعشرة محضر مثل هذا تمام هاي نموذي عن جايب لكم المحضر الواحد بمئة مليون اسمع يا رئيس هيئة النزاهة المحضر الواحد مئة مليون المجموع الكامل واحد وعشرين مليار هذا ما شهر واحد اسمع يا العراقي وزارة الهجرة تقول آني أنطي إلى النازحين بالشهر واحد وعشرين مليار بشرفكم واصل مليار للنازحين بشرفكم هذا اللي رح يتوقع هسه هسه هالأيام اللي منه رح يوقعه رح يوقعه كريم النوري كريم خاف عبالك أنا ما أدري راح يمددولك تمام؟ تمام؟ هنانا نجي نحسب كل شهر يدخل بجيب ريان ووزيرة الهجرة وسرمد أخو ريان وكريم النوري 2.5 مليون دولار بس عمولة 2.5 مليون دولار بالشهر الواحد قطوني الوزيرة هسه بعدين أرجع على هذا 2.5 شغل شغل 2.5 مليون دولار بالشهر الواحد يدخل بجيب هاي اللي أنا مريه أنا مسيحية أنا مريه إذا أنت مريه وبايق العراق لعدل رجال كانت سويتي المهم هاي المخيمات اللي يحشون عليها اللي يقولوا إحنا نوصل إليها أنا وصلت لها وصورتها وطلعت جيفتهم وطلعت خيستهم النازحين ما واصلهم ولا سلة غذائية واللي واصلهم ومعفن ومقطن وطلعت لكم إياه هنانا طلعت هنا حتى قمر بي لأنه قديم تمام؟ اهنانا هذا كله طلع من طيحان حظ النازحين وهاي الوثيقتين رجعوا للوثيقتين وهاي الوثيقتين اللي موجودة أكبر دليل على الكلام اللي قلته وللعلم هذاني الشركتين مقدمين أقل عرض هاك هذا تسعة وثلاثين تسعة وثلاثين ألف السلة الغذائية وثمنتعش ألف السلة الصحية وواحد وعشرين ألف المنزلية تمام؟ راحوا وين هذول الشركتين؟ هذا منذر نذير عبود وشركة كرم القاحرة راحوا وين؟ راحوا للوزارة ذي يقدمون هاي العروض أخذوا وياهم موظف من النزاحة والوزارة ما تدري به هذا موظف من النزاحة طاب ويا التجار على مودي يقدمون العروض فالموظفين بأمر من سرمد انسحلوا وانذبوا موظف النزاحة انسحل وانذبوا وانطرد من الباب والوزيرة تهدد المدراء العامين وتقول لهم أنا يومية أخاب الرئيس هيئة النزاحة حيدر حنون وانسؤلوا فانويا ساعة ساعة وشوية ما عليكم بهذا الإعلامي قحطان عدنان وهذا التاجر اللي يطلع يحكي علي ما عليكم بي عيني وزيرة الهجرة لا تشاذبين على العالم وعالمدراء ما تشي العامين مثل ما تنتي تقولين على الكاظمي انه هو يومية يخابرني أبو حياة يومية يخابرني ومن طلع حقيقية والنزاحة عدها علم بالموضوع وخاف رح تجددين الكريم النوري أو رئيس الوزرائي جدد له وعبالت أنا ما أعرف لأن أنا مصادري من جو مكتبك يا فطيرة خاف خاف عبالت ولا أفضحكم أنتي وريان وأسامة أبو الولد اللي طلع بعدين دايرها للسالفة مديورة عدة وسرمد تمام وكريم النوري شوف تالي فسادكم وين يوصل من بعد ما هاي الجهة تشتغلون على بيوت المسيحيين وقياعينهم والحمدانية ومن أنا تبقونوا بوزارة الهجرة وفلوس النازحين شون الله رح يوفقك يا مره شاء الله تطلع بولدك شاء الله تطلع بصحتك وبعافيتك على كل نازح حسد يدع عليك بلا غولاك معروفة شغلتهم خلصانة ريانه أسامة خلصانة بس أنتي وين رح تروحين من الرب أريد أدعب بلسانتش وين رح تروحين من الرب ش تقولي لي لي ريان أنا معلي ريان كان يخددني كان يخوفني سهلة إلا شغل بتشر ريان كامل